في البداية ممكن نقول أنه ما قبل حجر رشيد شيء ما قبل فك رموز حجر رشيد شيء وما بعد هذا الحدث شيء آخر فيه ما يتعلق بالحضارة الفرعونية أكيد طبعا يعني أنا هضرب كذا مثال ممكن يكون جذاب حتى للمشاهدين علشان نعرف كان المؤرخين سواء كانوا المسلمين أو المساحيين العرب أو المصريين كانوا بيكتبوا عن الحضارة المصرية قبل اكتشاف أو قبل فك رموز حجر رشيد أكتر من مؤرخ ابن إياس ابن تغرباردي يحنى بن قيوسي كلام ده كله لما تيجي تتكلم نشوف هما بيقولوا إيه هنلاقي أسماء غريبة لملوك محدش يعرف إيه دول والأسماء دي جات إزاي لأنهما كانوا طول الوقت بيشوفوا معابد وأهرمات وبيشوفوا نقوش كانوا بيسموا قلم الطير يعني تلاقي كتب المؤرخين كلها بتتكلم عن قلم الطير اللي هي الكتابة الهيروغليفية أو الديموطيقية أو الهيروغليفية قبلها طيب أمثلة دايما كان الحاجة الجذابة جدا هو ربط الملوك بأنبياء اللي مذكورين في القرآن أو الكتب المقدسة زي العهد القديم تحديدا وبالتالي فأنت بتلاقي حاجات غريبة جدا يجي يقولك أصل فرعون إبراهيم اللي استقبل سيدنا إبراهيم في مصر اسمه توطيس بن ملي طيب جميل ده اسم غريب شوية إنما لما نلاقي إن فرعون يوسف كان اسمه الوليد ابن الريان الاسم ده جزي هنا في مصر أو فرعون موسى اسمه الوليد ابن مصعب ده اسماء من الجزيرة العربية وبعدين أصل لما فرعون موسى اللي هو الوليد ابن مصعب غرق في البحر ما لقوش حد من النبلاء يمسك فولوا المرأة عندها 120 سنة اسمها دالوكة ابنة زباء دي اسماء موجودة واللي بنى الأهرامات ده ملك اسمه سرنيد ابن شلهوق لو قعدت أتكلم في الحكاية دي هلاقي كتير جدا وحاجات لطيفة وكل حاجة الحكاية دي على فكرة القصص دي قصص موجودة ومتدولة وكنت طول الوقت وأنا بقرأها في كتب المؤرخين إن أنا مهتم بيها بابتسم لحد ما اكتشفت إن في بعض الأسماء المعروفة بتوعيد صياغتها كأنها اكتشافات يعني يطلع في التلفزيون اكتشافت اكتشاف ما حصلش أنا فرعوم سلاميكم مصرية وأن أصلهم من خراسان لأن الفيروزبادي الكذا والخليلية الكذا يا جماعة الكلام ده يتقال طيب حجر رشيد لما جاء طبعا هم المؤرخين في المراحل قبل حجر رشيد قبل حجر رشيد ده معذورين تماما اللي مش معذور اللي بيعود صياغتها يعني خيالهم كان واسع خيال كان واسع وهو بيعتمد على زاكرة شعبية تمام يعني أيما على فكرة يعني حراك لو قررت الكتب هتلاقي نفسك قدام الفيلة وليلة أيوة بس يعني حتى الأسماء اللي حضرك أشرت إليها دي أسماء فعلا جاية من ماشي من الجزيرة العربية لا وغيرها لا هتلاقي وعلى فكرة يعني في أسماء بتتشاب يعني مثلا هتلاقي سرنيت ده موجود في كتب حتى المؤرخين المسيحيين وبالتالي ففي مجموعة من الأسماء كل واحد بيعتمد على الثقافة المتدولة في وقتها لأن ما فيش معلومة وبالتالي فهم معزورين جاء حجر رشيد تم فك رموزه تم فك رموزه وبالتالي فابتديننا نكتشف أسرار الحضارة المصرية القديمة ابتدت تتضح معالمها إنما ده خلق نوع جديد من الهواة مش تأثير الحجر إنما في النهاية زي ما بنتكلم حتى في المثل الشعبي نص الكوباء المليان ونص الكوباء الفاضي الحجر كشف الكثير من الأسرار في مناطق مختلف عليها وفي مناطق مش مختلف عليها مؤكدة إنما ابتدى يطلع نوع من الهواة اللي بيعملوا شغل المؤرخين اللي كانوا معزورين بس هوا مش معزورين للهواة دول اللي هو ربط تمام ربط تاريخنا بأحداث تانية من ديانات أخرى